كان تجربة مريرة لمحمد عواد سنة قاعدة على الدكة فجأة جاه ولعب وخد فرصة صعبة جدا جدا وانا شايفه قده بشكل كويس جدا محمد عواد انا بقول اكثر موهبة من جنش وابو جبل ممكن برد تكون صعبة عليه بكرة ولا هتبقى تشاهده محمد عواد من الحراس الموهوبة في مركز حراسة المرض حتى الهدف اللي جابه مصطفى فاتح فيه في مطش وانا شايف ان هو لا يسأل عنه لان من المفترض ان ده تخطية من لعابة الوسط يبقوا مقفلين الحتة اللي قدام السندودة حد كان يقفوا قدامه صباحة يعني مفهود سياسي او اي حد من الناس اللي هي اللي موجودة هو اللي بيبقى موجود في هذه المنطقة عشان يمنع اللعيب ان هو يسدد التزديد ولكن عواد بالصفة عامة قطر خير ان هو لعب بهذا الاداء ويظهر بهذا الاداء رغم ان كم تجمد سنة كاملة على دكة البودلات مستبات وانا شايفه مشجع زمالكاوي كبير والله يعني حكم وربي بي انا شايفه بص هو لك الحاج زمالكاوي درجة تلك هو لك الحاج اه لعيب زمالكاوي لعيب اهلاوي في النهاية انا كجمهور عايز حاجة واحدة بس حضرتك هتل المطور يعني مش هنعد بقول ده زمالكاوي او ده سده اهلاوي جميل جدا وده زمالكاوي جميل جدا حضرتك تقييمك داخل الملعب بجهدك وبعرقك تم اوباما زمالكاوي بس اوباما انا بقولك لا وحش جدا في المطشاط الاخيرة مش عشان انت زمالكاوي يبقى خلاص ان انا هدك اوطلية على زيزو احمد سيد زيزو ده يعني الواحده ده كده ده رجل يعني اصلا مفروض ده يحمد ربنا اوشه ده انه بلعب في الزمالك دلوقتي عامل فيها مرادونة وعمل فيها نجمه وبيتنطط وبتشرط وعايز مش عارف 15 مليون و16 مليون عشانها مدد عادي او 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 كده مشاكل دفاعية في الزمالك ارهاخت حتى طريق حامد طريق حامد اللي ما بتعبش المشكلة موجودة ان طريق حامد دلوقتي ساسي تحس انه بلعب بالشكوة والسكينة شوية يعني انا كنت من الناس انا من اكتر الناس المتحمسين لساسي ومن اكتر الناس اللي انتقدوا قدارة النادي الزمالك الحالية علشان تأخرهم وبتقوم الشديد جدا وتقعصهم في تأجديد عقد فرجاني ساسي بس ساسي في المطشاط الاخيرة لأساة بالحمل على طريق طريق بيوح يمين وش مال ويطلق هو اللي واحده شايل القصة طبعا شيء طبيعي جدا انه ما يقدرش انه يغطي التغطير دي